بصي بقى. انا بالنسبة للرؤى العامة. اه الرؤى العامة اللي جات لي كلهنا. التعليقات اللي كانت جاية لي مبارح والناس اللي بعتوا لي مسيجات مسيجات مسيجات. يا دكتورة حضرتك قلت ان الدنيا بعد كده يعني هتثبت في فلسطين ازاي. والاعلامي عمر اديب قال انت هتصح الصبح هتلاقوا غزة. اتضمرت. مش هتلاقوا حاجة اسمها غزة. وفي واحدة اسمها ليلى عبداللطيف طلعت وقالت مش عارف ايه ان الجاي اسوأ. وحضرتك بتطمنين. وبقول لكم برضو انا بطم انا عكس كل دول. انا عكسهم بقى. وده تحدي. تحدي لان ربنا سبحانه وتعالى. ورسوله الكريم قال ايه? قال انا ومن بعد المبشرات. وانا مبارح نزلت لكم. انا على فكرة انا اللي كنت لابسة العقال ومصورة نفسي كده ومغطية وشي ومنزل لكم على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الانستجرام عندي. اه 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 وانا لابسة العقال وبقول لكم صبرا. انا قاعدة مرتاحة. الدنيا ظلمت بالليل وقطعت في في مش عارف اقولها اقولها ولا لأ علشان البس. في فلسطين عمتا. اه والكهرباء والانترنت وكل حاجة. وانا قاعدة والله العظيم. انا بنتي جنبي وزوجي كلنا قاعدين قلت لهم اه الناس كلها قاعدين كده وخايفين ومرعوبين. ان بكرة مش هيلاقوا حاجة اسمع غزة والكلام ده قلت لهم لأ. اه اه في في حاجة حلوة جدا 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 جدا. وهم اه يعني اليهود وكده هيقع في شر اعمالهم. الموضوع ده هيقع. انا مش عايزة اقول لكم الاسرار الرؤى اللي جات لي عاملة ازاي. عشان كده انا مطمنة جدا جدا جدا. في ضحايا وفي كل حاجة اه. ضحايا من الطرفين اه. في. بس اه ده تمهيد الخير. ده تمهيد الخير. كنتم اتطمنة ان ان البلاء اللي كل كان مخايف منهم بارح. لأ عارفة ان الموضوع هينقل بعكسي. هينقل بعكسي. طبعا قمت الصبح لقيت الاخبار بسم الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اه في صف المسلمين بنسبة الف في المية. بنسبة الف في المية. فا والتانيين هم طبعا اللي في مصيبة وبلاء كبير. وافتكروا كلامي كويس. ان اللي جاي احسن. اللي جاي احسن. قلت لكم كتير جدا جدا. انا جاي لتليفونات برضو من زمالي مزيعات وكده. وطبعا انت عارفين كلكم حبيبتي الجميل. لدينا يوسف القلوقة. اللي جات معي في قناة دريم. اه يا مليكة. هيحسن. هيحسن وهيحسن. يا مليكة مصر دخلها. لا مصرها انت القدساتها هيالة. انا واسقف كلامك بس ازاي. مصرها تعالى. القدسة هتطلع من المحنة اللي هي فيها على اعلى مستوى. اه فيه قلق على الاردن. واقولتها لكم كتير جدا جدا. بس بغلطة من ناحيتهم. وان شاء الله ربنا يعدها ويسلم كل الدول العربية. والقدس تبقى فوق فوق فوق. ان شاء الله رب العالمين. خليكم فاكرين كلامي ده كويس. وقريبا جدا. مش بتكلم حاجة كده بقى المستقبل بيقول كزا ومش عارف ايه. لا. انا انا بتكلم في اللي انا فيه دلوقتي. اللي انا فيه دلوقتي. الناس كانت قال انا مبارح. وانا منزلح حاجات فيها طمأنينة. قولكم ازباره. مفيش قال انا مش قال انا. انا قلبي متطمن بشكل مش طبيعي. المهم عايزكم تهدوا وتتطمنوا. اكسروا من الدعاء لهم طبعا. وان شاء الله المحن دي كلها تبقى خير عظيم. وبكرة تفتكروا كلامي.